ليس لدى واشنطن شيء لتقدمه لتركيا أو أنها لن تقدم أي شيء تملكه بخصوص المنطقة الآمنة شرقي الفرات هذا ما أكده فشل سلسلة مفاوضات طويلة بشأن إنشاء شريط حدودي شمالي سوريا خال من ميليشيا بايديع الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني طريق السياسة الذي تسلكه تركيا مع واشنطن بهذا الموضوع وصل إلى نهايته دون نتيجة فكان العمل العسكري هو الخيار الوحيد أمام تركيا في ظل المعطيات الحالية حشود عسكرية تركية تدفع كل يوم بالقرب من مدينة منبج وعلى الحدود مع مدينة تل أبيض الفصائل السورية المعارضة في ريف حلب دخلت في استنفار تام استعدادا للبدء بعملية عسكرية شرقي الفرات دون أن يعلم متى تكون وما هي حدودها في الطرف المقابل وصلت إلى مدينة تل أبيض تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيا قسد الذراع العسكري للوحدات الكردية مزودة بأسلحة ثقيلة من مناطق عين عيسى ومحافظة الرقة ومدينة عين العرب قوات التحالف الدولي أقامت نقطة مراقبة جديدة قرب بلدة الدرباسية على الحدود مع تركيا بعد إطلاق الجانب التركي عدة قذائف على بلدة رأس العين وريفها من كل الأطراف تسمع أصوات طبول الحرب ويزيد من احتمال اندلاعها ارتباك الميليشيات الكردية عسكريا وسياسيا مقابل تأكيدات مستمرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لا بديل عن إخراج ميليشيا بايدي من مناطق شرقي الفرات أحدث تصريحات لأردوغان بهذا الشأن كان قوله مشيرا إلى الميليشيات الكردية إن من يمارسون البلطجة بالاعتماد على قوات أجنبية في المنطقة إما أن يدفنوا تحت التراب أو يقبلوا بالذل بعيدا عن حسابات أمريكا يرى مراقبون أن تأزم الأوضاع في إدلب وما له من حسابات بين تركيا وروسيا بطأ من موعد انطلاق العملية العسكرية شرقي الفرات إلا أنه لم يلغها وكما بدأت عملية درع الفرات وغصن الزيتون بشكل مفاجئ ربما سيكون انطلاق العملية المنتظرة